أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد عن صدمته قائلا إن إسرائيل لم تكن حزينة مثل اليوم وأنه لا يدري كيف وصل بها الحال إلى هذا الوضع وأوضح لبيد أنه في كل يوم يقتل فيه المزيد من الجنود وأن الأمل في عودة المحتجزين يتضاءل أضف أيضا زعيم المعارضة أنه كان ينبغي إطلاق صراح الأسرة أولا ثم احتواء حركة حماس ثانيا متسائلا كيف تحولت إسرائيل من دولة عظمى إلى دولة يخترق حدودها سيارات دفع رباعي